على هذا الحال ومنذ نحو أسبوعين ما تزال هذه المياه الراكدة تحاصر منازل المواطنين في حي السي كلاس بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن بعد أن اختلطت بمياه الصرف الصحي وتغير لونها وانبعثت منها الروائح وصارت مستنقعا للبعوض والحشرات راحنا اليوم 13 يوم لا رأينا مضخة لا رأينا بوزة لا رأينا حتى صاحب الرش اللي رش الديزل البعوض والحشرات منتشرة في هزمه والأمراض انتشرت في الحي نحن نتضرر دائما دائما وبسمرار نتضرر بهذه المياه والمقاري اللي تختلط وانتو كما تشوفون قدر خضراء والنامس مليان والمرفس والمكفس والحمضنق والكوليرا بهذه المياه التي أصبحت بؤرا لتجمع البعوض ونقل الأمراض يتحدث الكثير هنا أن بعض الوفيات أصيبوا بعدوى الحميات من سكان المديرية كما انتشرت الإصابات بالحميات المختلفة خلال أسبوع في واحدة من أسوأ الكوارث التي تشهدها المدينة نشكي من هذا المياه من يوم مضر يوم الثلاثة قبل رمضان بأيام فحاولنا نتابع البلدية والمأمور وغيرهم من المسؤولين في المديرية فلم يشتكي لنا أحد ومع كل كارثة تحل بالمدينة التي تعيش وضعا متدهورا على مستوى الخدمات يبحث المواطنون على من ينقذهم في ظل تقاعس الجهات المعنية وغياب دور الحكومة في إنقاذ سكان العاصمة المؤقتة للبلاد